السلام عليكم ورحمة الله ان شاء الله هنعمل مع بعض كفتة الرز المقلية في القلاية دلونجي اتمنى الفيديو يعجبكم دي كفتة الرز اللي كنا جهزناها مع بعض قبل كده في فيديو تفريزات رمضان اللي حابب الطريقة والمعادير ان شاء الله لينك الفيديو في صندوق الوصف في القلاية هضيف ورق زبدة وهذهنا دهنة خفيفة بالزيت وبعد كده هنرص الكفت احنا كنا نفرزينها مع بعض بطلحها من الفريزر وبسيبها تفك شوية وبعد كده برصها في القلاية هنشغل القلاية على برنامج البطاطس مستوى الحرارة التالت بعد تقريبا عشر دقاية تبدأ تتحمر من تحت فهقلبها الناحية التانية علشان تاخد لون متساوي من كل النواح واخدى لون حلو جدا من تحت هقلبها الناحية التانية وهسيبها كمان اتمنى الفيديو كنا عجبكم واستفدتم منه مع السلامة اشتركوا في القناة